حتى يومه هذا لا يقدم القتال في أوكرانيا ملمحا للمنتصر الأخير لكن مكاسب وخسائر الهجوم المضاد حتى اللحظة تبدد آمال الغرب أكثر في حسم كييف لنصر سريع في تصريحات نقلتها وولستريت جورنال يقر الغرب بأن مقاومة روسيا في الهجوم الأوكراني المضاد تمضي بنحو أعنف بكثير مما كان متوقعا واستبعد مسؤولون غربيون أن يحقق الهجوم أي اختراق سريع بسبب انطلقته البطيئة وتأهب روسيا الجيد فموسكو تعلمت من أخطائها واستدركت نقاط ضعفها المكلفة في القتال فتأهبت للهجوم الأوكراني المضاد ببناء دفاعات شديدة التحصين وزرع ألغام على طول خط المواجهة بينما فقدان الجيش الأوكراني لغطاء جوي في مواجهة التفوق الروسي في حرب السماء يبدد الآمال أكثر في تحقيق أوكرانيا انتصارا سريعا وسط ما يبدو تشاؤما غربيا بشأن مفاعيل الهجوم الأوكراني المضاد ألقى الرئيس الأوكراني باللوم في ذلك على تأخر إمدادات الغرب من الأسلحة وشدد على أنه حذر مبكرا من أنه كلما تأخر انطلاق الهجوم كلما أضحت وطيرة حسمه أبطأ على خط للحاح الأوكراني للحصول على المزيد والمزيد من الضخيرة تعهد رئيس لتوانيا بأن قمة الناتو المقبلة التي ستستضيفها بلاده لن تخيب آمال الأوكرانيين لكن الرئيس اللتواني كان صريحا مع نظيره الأوكراني فقد أكد له أنه سيحصل بالتأكيد على الكثير لكنه قد لا يحصل على كل ما يتوقعه في أكثر خططه طموحا شكرا